السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد والله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فيديو النهارده يا جماعة فيديو مهم جدا 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 ويا ريت اي حد يشاهد الفيديو ده يركز فيه من اول دقي cloudy가 لان الفيديو النهارده مهم جدا 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 الفيديو النهارده بإذن لها لأي شخص اهمته او اهمه شيء من امور الدنيا لأي شخص حاسص بخانقة وحاسص بمشكلة وحاسص بأزمة كبيرة جدا في حياته لأي شخص مش عارف يتحرك أو مش عارف يواجه مشاكله أو حاسس بالطراب أو حاسس بمشاكل بإذن الله أنا النهار ده جايب لك فائدة عظيمة جدا 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 وهي بإذن الله عبارها عن طورة عظيمة أنت بتقرأها قبل النوم سبع مضات ثم بعدها بتقوم بالنوم وبإذن الله بتنتظر البشارة والبشرة المفرحة في أثناء نومك وفي الصباح بإذن الله هتجد لو أنت عندك مشكلة أو أزمة بإذن الله هتكون هذه المشكلة قد حلت أو قد نجحت في تجاوز هذه المشكلة وهذه الأزمة وفي البداية محتاجة أقول لكم أن هذه الفائدة من المشاربات القوية جدا 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 واللي شربها أقصى من شخص واللي بإذن الله لو أنت فعلتها هتشوف بإذن الله الصمرات والفوايد ومحتاجة أقول لك أن الفائدة دي بإذن الله هتفيدك أن هي تكشف لك أمر ما مضطرب عليك أنت دخل صفقة عمل أو دخل أي شيء هتلاقي بإذن الله نفسك أدراكت المشكلة فين أو الحل فين من ميزات هذه الفائدة أن أنت لو في أزمة بإذن الله تستطيع أن أنت تخرج منها من ميزات الفائدة دي أيضا أن هي بإذن الله الله تعالى يرشدك للصواب بعد أن تفعلها طب إيه هي الفائدة عبد الله؟ هبدأ بإذن الله في ذكر السورة بس قبل ما ادى في ذكر التفاصيل أتمنى لو أنت جديد في القناة تشارك في القناة ولو أنت معاقديم في القناة اضغط على زر اللايك ودعيه إدعافة أرقاب بالتوفيق ويلا بنا يا أحبابي نسمى الله ونبدأ في زجر التفاصيل والفائدة بالكامل بإذن الله كل ما بطلبه منك أن الفائدة دي زي مرتاحة بتعمل في يوم واحد بس أن أنت بتيجي قبل ما تنام على طول بس لازم بعد ما تعمل الفائدة ما تتكلمش أحد دي نصيحة يعني أول ما تعمل الفائدة على طول وتنتهي من فعل الفائدة الأفضل أن لا تتحدث مع أحد يعني ما تتكلمش مع أحد طيب أعمل إيه بالزبط يا عبدالله قبل النوم كل ما بطلب منك أن أنت بتيجي قبل ما تنام على طول وأول حاجة بتعملها بإذن الله هي أن أنت بإذن الله بتقوم بقراءة سورة الليل سبع مرات بعدها بتقرأ سورة الشمس سبع مرات بعدها بتقول الدعاء دا سبع مرات والدعاء هو اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري الدعاء دا سبع مرات بعدها سورة ياسين مرة واحدة بس ثم بعدها تقوم بالنوم مغاشرة يبقى إذن عشان ما تتوش مني سورة الليل سبع مرات سورة الشمس سبع مرات اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري سبع مرات بعدها بتقرأ سورة ياسين مرة دا سبع ما تقوم بالنوم مغاشرة بإذن الله لو فعلت هذا الأمر هترى البشارة وهترى البشرة المفرحة أسناء نومك وبإذن الله في الصباح هتجد المشكلة اللي انت نويت تعمل فايدة عشانها اتحلت إن شاء الله فدي كانت فايدة كده حبيت أخبر بقى أحبابي للناس اللي بتوجه مشاكل للناس اللي مش عارفة تتجاوز مشاكلها فعليك بتطبيق هذه الفايدة فبس كده أحبابي كل الفيديو خلص ستناولكم سفدتم منه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته